سير نيضال قسوم مستدى الفيزياء بالجامعة الأمريكية في الشارقة بالإمارات أهلا بك مساء الخير مرحبا بك عبر تليفزيون النهار مساء النور أهلا وسهلا مستدهارون شكرا جزيلا على الدعوة والاستضافة وأهلا بمشاهدكم شكرا طيب حديثنا سيكون متعدد ومتنوع أول شيء مدام حاضر معنا قامة ما شاء الله جزائرية هنا في البلاطو من دون شك سنحاول معرفة مصارك ابتداء من الدراسة هنا في الجزائر أنت خريج جامعة باب الزوار في الجزائر العاصمة هذا المصار كيف تلخصه من الجزائر وصولا إلى مخبر وكالة نازا إلى التدريس الآن في الجامعة الأمريكية بشارقة تفضل نعم أنا خريج المدرسة والجامعة الجزائرية أولا هذا مهم جدا أن نؤكده أنا درست معظم دراستي الابتدائية والثانوية في الجزائر معظمها والسنوات الأربعة الأولى من مسار الجامعي كان هنا في جامعة باب الزوار كما تفضلت درست فيها الفيزياء الفيزياء النظرية ثم حصلت على منحة من وزار تعليم العالي يعني أنا مدين للجزائر أنها أرسلتني إلى الخارج ودرست في أعلى الجامعات وعندما أكملت شهادتي ماجستير ودكتوراه ونشرت بعض الأبحاث تقدمت إلى وكالة نازا التي لها عدة مراكز وعدة مشاريع انطلاقها كانت من جامعة من الجزائر إلى أول جامعة ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية نعم إلى أمريكا في كاليفورنيا منحة من الدولة الجزائرية يعني منحة من وزارة تعليم العالي من الجزائر أولا درست لغة الإنجليزية لأنه حينها كانت لغة الإنجليزية عندنا يعني غير متوفرة بشكل كافي خلينا نقول لبضعة الشهور ثم بعد ذلك التسجين في جامعات هذا في الثمانينيات ثم شهادة الماجستير ثم شهادة الدكتوراه وبعد الدكتوراه يعني العرف المتعارف عليه عند العلميين وعند الباحثين أنه عندما ينهي الإنسان شهادة الدكتوراه يكون أنا أقول دائما للطلبة يكون الإنسان بدأ مشواره البحثي يكون بادئ كباحث لم ينتهي وخلص دكتوراه معناها أنت الآن تعلمت ما معناه تقوم بأبحاث متقدمة فيذهب إلى مراكز أخرى أو جامعات أخرى ليقوم بأبحاث لمدة بضعة سنوات متفرغ للأبحاث حتى يكتسب خبرة أكثر يتناول مواضيع متعددة وطبعا أنا كفيزيائي فلكي حينها أفضل مكان طبعا كانت توجه إلى وكالة ناسا فتوجهت إلى وكالة ناسا وقبلت وكان لها عدد من المراكز والمشاريع الفضائية وحدتنا عن تجربة كم دامت مع من كانت؟ دامت سنتين في الأول ثم بعدما تركت ناسا وعدت إلى الجزائر وبعدها تركت الجزائر ممكن أن تحدث لماذا وكيف وذهبت إلى الخليج صرت أذهب كل صيف إلى ناسا فهي سنتين زائد عدد من الصيوف خلينا نقول كانت في مخبر الأشعة غاما الأشعة غاما لا تخترق الغلاف الجوي فهي تدرس من الفضاء بالضرورة وهي تأتي من أجرام فضائية متنوعة بدءا من الشمس إلى أبعاد المجرات فهذه وكالة ناسا كان لها قمر صناعي يجهز للإطلاق بعد بضعة سنوات فتريد ناس متخصصين في هذه الأشعة حتى تحضر الدراسات وتحضر إمكانيات لتحليل النتائج والبيانات التي سيحصل عليها هذا القمر الصناعي فكنت أنا ضمن طبعا هذه الأبحاث لا يتتم من طرف شخص واحد ولا من طرف حتى بضعة أشخاص مجموعة من العلماء مجموعة مجموعات من الباحثين وكنت أنا أحدهم ونشرت عدد من الأبحاث بالاشتراك مع آخرين في تلك السنوات ثم حينها قررت أن أعود إلى الجزائر لأن أولا أنا بلد الجزائر يحتاجوني ثانيا أنا لدي يدين حتى مالي لأن الجزائر منحتني منها وعلي أن أعود وقررت العودة سأحدثك لماذا خرجت من الجزائر أنت عدت بعد العمل والاشتغال مدة عامين في ناصا عدت للجزائر لماذا غادرت للجزائر؟ غادرت للجزائر بعد بضعة سنوات من المكث في الجزائر ومن العمل في جامعة البوليدة حيث تقلت منصب رئيس قسم الفيزياء وأنشأنا أول برنامج للفيزياء الفلكية ماجستير في الجزائر بأسرها وقمنا بملتقيات دولية هذا كله في السنوات الأربعة التي قدثها أنا هناك ولكن ناسبت تلك في بداية التسعينيات يعني بعد عودتي بحوالي سنة ونصف انفجرت الأوضاع في الجزائر وساءت ساءت وساءت وساءت لمعنى أنه بسبب الأوضاع الأمنية خرجت من الجزائر صارت حقيقة صارت صار العمل بل حتى العيش خاصة في البوليدة وفي الجزائر العاصمة غير ممكن كنت حس أن حياتك مهددة؟ فعلا وكان عندي بعض الزملاء الذين اعتقلوا بعضهم ماتوا لا ندري في أي ظروف يعني فعلا أنا كان والديا لهم أكثر ناس محبين للجزائر وأكثر ناس يريدون لأولادهم أن يكونوا معهم وفي الجزائر كانوا يحثونني أن أترك لأنه أنت الآن تحدد يعني في خطر وستضيع 20-25 سنة من الدراسة ومن العمل ومن العلم ستضيعه هكذا بالمكتنة لا تدري من أين تأتيك رصاصة أو من سيعتقلك تلك الأوضاع الأمنية سنوات تسعينيات فيه الكثير من الكفاءات كثير من علماء الجزائرين تركوا البلد بسبب هذا الأوضاع الأمنية بالآلاف ربما بعشرات الآلاف أنا أذكر في السنة التي غادرت فيها قبل أن أغادر ببضعة شهور أعلن وزير التعليم العالي حينها ونذكر هذا الكلام في المنشد في الصفحة الأولى من إحدى الجرائد أن من غادر من الجامعات الجزائرية هذا العام ألف شخص في سنة واحدة من أي جامعة أول جامعة تجهت لها في الخليج تجهت إلى الكويت لأنه كانت أول جامعة تعطيني عرض أنا قدمت كانت فرصة هنا أمام الجامعات الخليجية لاستياد هذه كفاءة الجزائرية بالتأكيد وبالمئات من الجزائرين الذين غادروا إلى الخليج بالتأكيد كانت فرصة والناس توجهوا بعضهم كانوا يفضلون أن يكونوا في الخليج لأنه على الأقل ننفع العالم العربي العالم الإسلامي على الأقل أنا أولادي لما تركت كان ابني عمره سنتين وابني ثاني في بطن أمه فأنا أريد لأولادي أن يكونوا في بيئة عربية إسلامية وأن أفيد وطبعا أنا كنت ظليت أرجع للجزائر بالصيف وأحيانا بالشتاء ألقي محاضرات أشارك في أي شيء يعني بقدر المستطاع لم أقضع البلد لا لم أقضع إطلاقا بل درست مواد عديدة في الجزائر خلال كل هذه السنوات أشرفت على طالبة ماجستير يعني قمت بآخر مرة كان منذ حوالي أقل من سنة في جامعة قسنطينا درست مادة كاملة في مادة فيزيال فلك للأشعة السينية والقاما وأشرفت على طالبة في رسالة ماجستير لم أنقطع عن المشاركة في الجزائر إطلاقا تلقي الكثير من المحاضرات بجامعات كبيرة معروفة أبرز الجامعات التي حضرت فيها وألقيت محاضرات وكيف يستقبلون هذا الباحث الجزائري أم أنه في الجامعات تسقط كل الجنسيات وما إلى ذلك فعلا تسقط فعلا تسقط لا أحد يعرف ما هو الجواز الذي أحمله وبالمناسبة أنا لا أحمل إلا الجواز الجزائري ولا في حياتي قدمت على جواز سفر أنا لا أعيب على من قدم ولا من يحمل جواز سفر آخر لأسباب شخصية أو ظروف آخر لكن أنا لا أحمل إلا الجواز سفر الجزائري أنا جنسيتي جزائرية فقط وأسافر فقط بالجنسية الجزائرية وبجواز سفر الجزائري وبالفيز وتعرف الصعوبات ومع ذلك كل الجامعات لكن مع ما يحملوا هذا الرجل من بحوت من بحوت تفتح لها كل أبعال أنا لم أقدم ولم أطلب وأنا سعيد أن جنسيتي جزائرية وأفتخر وقدمت بل جتني دعوات كثيرة في جامعات كيمبريج وأكسفورد وجامعة باريس وكولومبيا وكورنال وكاليفورنيا أنا كنت قبل حتى أسبوعين ثلاثة كنت في كالتيك وهي ربما من الجامعات الخمسة الأولى في العالم وأخذت طالبين لي من الإمارات ومكتهم هناك ثلاثة أسابيع وأنا عدت لأنني كان عندي ملتقى في لندن ثم ذهبت إلى باريس ثم جيت إلى الجزائر حيث شاركت في قصر الثقافة لاحتفال بالذكرى الخمسين لهبط الإنسان على القمر يوم وصلت الجمعة الماضية يوم السبت كنت في قصر الثقافة ألقي محاضرة يعني فأنا يعني بأعمال وأنشطة متعددة جدا لكن عندي طالبات في أعلى الجامعات في الصيف يقضون فترات للأبحاث وأشارك في العالم بأسره جيد لماذا لم تتحق بهذا الجامعات الكبرى ما زلت تشتغل في الإمارات العربية هل بسبب البيئة تريد الحفاظ على العيش في هذه البيئة العربية الإسلامية كنت أفضل أن أكون في بيئة لأولادي خاصة مش لي أنا أنا متعدد اللغات الحمد لله أنا نشرت كتب بالعربية والفرنسية والإنجليزية وأحاضر باللغات الثلاثة وأشارك في ملتقيات وفي بلتوات تليفزيون بثلاث لغات ما عنديش مشكلة أعيش في أي مكان وأنا فعلا متعدد الثقافة لكن كنت أريد لأولادي أن يتشبعوا بثقافتهم وهذا لا يمنع أن الإنسان بعد ذلك يعني يقفز وينطلق ابني الأول حصل على ماجستير في سكوتلندا ابني ثاني الآن في أمريكا ويقوم بشهاد الدكتورة في بيولوجيا في إحدى الجامعات الكبرى في فيرجينيا معناش مشكلة إحنا ولكن متشبعين بلغتهم وبثقافتهم وأعتقد أنه جيد ممتاز هذه المسيرة باختصار حبيتنا نعرج لمواضيع متعددة ومتنوعة نبدوها من تدريس اختصاص علم الفلك في الجامعات الجزائرية أعتقد أنه ولا جامعة فيها هذا الاختصاص إلا جامعة البوليدة على ما أعتقد وقسنطينا الجامعة البوليدة هي التي بدأنا فيها ذلك واستمر لبضعة سنوات ثم مع تفكك الأوضاع كما أشرنا انتهى ذلك منذ سنوات عديدة ثم عادت الانطلاق في قسنطينا بعد حوالي 15 سنة بعد ذلك انطلقت في قسنطينا ثم توقفت منذ حوالي 6-7 سنوات ثم توقفت لبضعة سنوات وعادت الانطلاق منذ حوالي سنة ونصف أو سنتين والآن موجودة شهادة عليا في فيزياء الفلك في جامعة قسنطينا وهي الوحيدة في الوطن الجزائري فيزياء الفلك في الجامعة كتخصص وكشهادة يعني أي جدوى من ذلك في الجامعات الجزائرية تعتقد أنه فيه اهتمام من طلبة طلبة الجزائريين لهذا التخصص هو هذا سؤال في محله تماما لأنه اسمح لي لما نقول الجزائر علم الفلك نحن بعيدين جدا إمكانيات التي تحوزها الدول الغربية لكن في الجامعات الجزائرية يمكن تدريس هذا التخصص وأي جدوى من ذلك نعم لذلك قلت لك هذا السؤال في محله لأنه يطرح دائما والناس يتساءلون أولا هناك رغبة لا تتصور يعني الرغبة والمحبة لهذا المجال في الجزائر وفي العالم العربي هذا شيء رائب ثانيا هناك قلق كبير في الجزائر وفي العالم العربي أنه أنا أريد أن أتخصص في هذا أنا أعشق هذا المجال ولكن ماذا يحدث لي إذا حصلت على شهادة بعد الشهادة بعد الشهادة ماذا يحدث لي أين سأعمل هل هناك فرص عمل هذا موجود لكن العودة إلى سؤالك من كان يتصور أن دولة الإمارات هل كان أحد قبل بضعة سنوات لو جلسنا أنا وياك هكذا في حوار قبل سنتين ثلاثة وقل لك أنا دولة الإمارات ستطلق مسبارا مركبة غير مأهولة إلى المريخ سنة 2020 إمارات هل في الإمارات فعلا قدرات أن تطلق هذه الدولة مسبار وتكون بالمناسبة الدول التي أطلقت أو ستطلق مسابير إلى المريخ تعد على أصابع اليد الواحدة وهي أمريكا الصين الهند الأوروبا والآن ستضاف إليها الإمارات لماذا لا نتساءل لماذا الإمارات تطلق وهذا ربما الناس يقول آه لكن هذه دولة غنية وعندها ممكن البعض يقول لك الإمارات ساعدتها دول غربية صديقة لها الولايات المتحدة الأمريكية مثلا ونحن أيضا يمكن تساعدنا أمريكا وتساعدنا أوروبا يعني المساعدة هذا مش عد المساعدة تساعدها لكن الرغبة وبالمناسبة أنا أعرف المشروع من الداخل لأنه أنا جزء فيه المشروع الإماراتي يشرف عليه شباب إماراتيين يكاد يكون بالكامل الإشراف هذه حقيقة نعم أنا أقولها هكذا على التلفزيون مع المباشر ولكن هناك تعاون نعم هناك تعاون حثيث مع جامعات أمريكية أقول لك ما هي وهو هذا شيء غير سر جامعة كولورادو في بولدر جامعة بيركلي في كاليفورنيا كاش حتى مشكلة؟ هنا وسط الثقافة الشعبية العربية الدول الإسلامية يقول لك أنه هذا الدول الغربية من المستحيل تنقل لك تكنولوجيا من المستحيل أنك تزودك بهذه العلوم وهذه التكنولوجيا تخليك أنك تصبح نفسها مثلا في غزو الفضاء وهذا غير صحيح إطلاقا يعني مثلا الجزائر الآن صنعت أقمار صناعية لم تصل الآن إلى قدرات الإطلاق ولكن عندها أقمار صناعية جهزت بالكامل هنا في الجزائر وهي الآن موجودة في الفضاء أطلقت من صواريخ أخرى تحديد على الكومصات واحد نعم مثلا بالتعاون مع الصين مع الصين مثلا وأعتقد ألصات واحد بي أو اثنين بي الآن أطلقت قمرا صناعيا للاستشعار عن بعد عالي الدقة عالي الدقة تم إنجازه مئة بالمئة في الإمارات من طرف إماراتية ولكن أطلق من اليابان الآن المشكلة الوحيدة في العالم العربي أنه ما عندناش قدرات إطلاق صواريخ مخصصة إطلاق صواريخ ما عندناش هذا غير موجود في العالم العربي بأسره الهند عندها تطلق بالعشرات الصين طبعا تطلق كما تريد اليابان وغيرها قمر صناعي كامل من طرف دولة مثل الإمارات جميل جدا أعطيك أنا خبر ربما يعني تستغربه هناك قمر صناعي صغير بنواسب الجزائر أيضا عندها قمر نانو نانو معناها قمر صناعي بهذا الحجر ويطلقها موجود الألصط وحد أن يسمى هكذا جزائري طيب هذا ليس إنجازا عظيما لا أقول هذا لتقليل أقول لك فقط أنه أحنا جامعتنا الجامعة الأمريكية في الشارقة طلبتنا في كلية الهندسة أنجزوا قمر صناعي هذا في جامعتنا قمر صناعي صغير بهذا الحجم وأطلق من طرف صاروخ هندي قبل سنتين ولا أحد يستغرب ولا أحد ينقل هذه الأخبار لأنه شيء عادي أمر عادي جدا نعم طيب هنا في الجزائر وبالحديث عن الجزائر بعد الكومساط واحد كيف تنجح الجزائر لتطوير هذا المجال إنتاج ووضع قمار صناعية في مدارها نذكر أنه الكومساط واحد بدون شك ونحن نقلنا أخباره إنتاجه كان بعقول جزائرية وبكفاءة جزائرية مئة بالمئة الجزائر يعني مصارها الفضاء جيد جيد جدا بل يجب التذكير أن الجزائر بين الدول العربية هي من الدول الأولى التي أنشأت وكالة فضاء جزائرية وكالات الفضاء العربية تعد على أصابع اليد الواحدة والجزائر يعود هذا الكلام إلى أكثر من 30 سنة وكالة فضاء جزائرية وأنشأت مركز للدراسات الفضائية ولمتابعة الأقمار الصناعية وأطلقت أولى الأقمار العربية غير الأقمار المتعددة الجنسيات مثل عرب سات وهذه نتكلم عن أقمار لبلد واحد هذا مثل آل سات واحد هذا أطلق طرف الجزائر منذ أكثر من 20 سنة يعني الجزائر مشت فيه مصار جيد وبدأت الآن تنوع أقمارها الصناعية في الأول كانت أقمارها الصناعية كلها استشعر عن بعد وهذا شيء جيد تريد مراقبة المناسبة حين تقبل قليل كنت تتحدثون عن الحرائق وهذه الحرائق طبعا من أهم الأشياء متابعتها ويتم متابعتها عن طريق الأقمار الصناعية والجزائر عندها أقمار صناعية لمتابعة البيئة متابعة الحرائق متابعة التصحر الغابات السواحل التلوث إلى آخر هذا كله مهم جدا فالجزائر ماشية خطوات صحيحة ماذا ينقص ربما أنا لا يعني يصعب علي وأنا غير موت يعني لا أعمل في الجزائر أن أعطي هكذا نصائح ولكن من باب يعني النصح الأخوي ما ينقصنا في الجزائر هو فعلا هذه البرامج التعليمية التدريسية الأبحاث المراكز التي ينشط فيها ويتجه إليها الشباب حتى لا يسأل هو يقول طيب أنا أحب الفضاء وأحب الفلك لكن أين أذهب وماذا سيحدث لي هذا السؤال يجب أن لا يطرح إذا كانت هناك مراكز متعددة أقمار صناعية متعددة جامعات متعددة يسبح الطالب لما يتخرج بشهادة يذهب لهذه المراكز يذهب لهذه المراكز ويدرس لاش عندنا برنامج واحد فقط في قسنطينة يجب أن يتجه إليه الشخص من وهران ومن أضرار ومن غردايا ومن يجب أن يكون هناك في وهران ويكون في في الأهواط ويكون في كل جامعات الوطن ممكن أنها تسمح بفتحاد التخصص على الأقل أو على الأقل في الجهوية هكذا يكون هناك هذا البرنامج أو هذا التخصص ويتجي إليه الشباب ويكون متنوع بعضه فلكي بعضه فضائي بعضه أقمار تطبيقي أقمار صناعية للاتصال للاستأشعار عن بعد حتى يكون حتى عسكري للأعمال العسكرية لمناسبة يعني مثلا أقمار صناعي إماراتي للعسكر سقطا قبل أسبوع خلال الإطلاق لم يكن إطلاق إماراتي كان إطلاق أعتقد فرنسي أو شيء وسقط ويحدث هذا يحدث هذا تقول لك أنه فيه تطويرات في اتجاهات متعددة الإمارات عندها أقمار صناعية للاتصالات للتليفزيون تبيعوا الآن مثل العربسات والنايلسات وهكذا تبيعوا إلى البرازيل تبيعوا للنقل في القنوات الأخيرة هذه الإمارات عندها أقمار صناعية للتليفزيون أقمار صناعية للإستشعار عن بعد بمعنى أن هذا المجال يمكن يستثمار فيه كذلك بالضبط الجزائرية كلها أقمار صناعية متعددة عسكرية اتصال تليفزيون استشعار عن بعد إلى خير إلى خير طيب الحديث دائما كذلك عن الجامعات الجزائرية أنت تعلم خلال هذه الفترة يدور النقاش وطرحته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يخص تعزيز التدريس بالإنجليزية بدل اللغة الفرنسية في الجامعات الجزائرية تعتقد أنه هذا رهان رابح أنه تتوجه الجامعات الجزائرية للتدريس باللغة الإنجليزية بدل الفرنسية وأذكرك فقط بروفيسور نسبة أخر نسبة أعلن عليها الوزير تقريبا 94% دعني أجيك في الأخير لكن أريد أن أقول أشياء قبل لكن 94% ماذا يعني هذا يعني أن الجزائريون على الأقل المشاركون كلهم واعون أن اللغة الإنجليزية هي لغة العلوم اليوم قادرين مناش قادرين فيها جدوة فيها صعوبات مناهج تدريسية كتب إلى آخره هذا موضوع آخر لكن 94% ماذا يعني هذا معنا أن تقريبا الكون مجمع أن اللغة الإنجليزية ضرورية وهذا لم أفر منه أنا أحضرت وهذا يعلمه القصي والداني أنا أحضرت مؤتمرات علمية دولية في فرنسا بلغة الإنجليزية في فرنسا نعم في فرنسا وفي كل العالم هناك دوريات فرنسية يعني مجلات أبحاث دوريات كبرى موجودة منذ أكثر من قرن تحولت إلى اللغة الإنجليزية منذ أكثر من 20 سنة وحدثت فيها يعني صدى حينها والآن خلاص انتهى هذا الكلام لكن توجهه الإنجليزية هل هذا يسمح بتطوير البرامج المناهج ما الذي يسمح يعني بالإضافة للجامعات الجزائرية شوف هو ما يجب أن يكون هناك على الأقل في المجالات العلمية وتكنولوجية حيث اللغة الإنجليزية حتى في الصين هي لغة التعامل لغة التبادل لغة النشر لغة القراءة إذا حبيت أنت تعرف أفضل وأحدث التطورات في مجالك بأبحاث هذه تقرها في أي لغة إن شاء الله أنت عيش في الزيمبابوي ولا عيش أنت في نيكاراغوا تقرها بالإنجليزية ما عندكش خيار وهذه الطلبة كلهم يعرفون هذا الكلام فهم يعرفون أنه إذا ابتدى يتوجه وصار له يعني ما صار ومستقبل في هذه المجالات يبدأ يطور نفسه باللغة الإنجليزية هكذا وحده يروح يدرس في البريتيش كونسل يروح يدرس له في كذا عارف هو أنه اللغة الإنجليزية لا ما فرغ منها الآن أنا قلت لك آلية التطور أنا قلت لك قبل يعني قبل قلت لك يجب أن أقول شيء آخر نحن كنا نود أن تكون اللغة العربية هي لغة التدريس حتى في الجامعات في إسرائيل بأي لغة يدرسون في الجامعات وفي أعلى المستويات بأي لغة يدرسون يدرسون بالعبرية بالتأكيد أنا هنا في البوليدة قبل 25 سنة درست فيزياء ذرية ونووية باللغة العربية ما رأيك قبل 25 سنة لطلبتي أنا أشرفت على أول طالب ماجستير لي هنا في الجزائر قبل 25 سنة في فيزياء الفلك النووية اسمعني من ليه فيزياء الفلك النووية أسدروفيزيك نوكلير شهادة ماجستير ونشر أطروحته ماجستير أكثر من 100 صفحة باللغة العربية ما رأيك في الجامعة الأمريكية في الشريقة تدرسونها بالإنجليزية بمعنى الجامعة الأمريكية لا 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 حتى الجامعات غير الأمريكية تدرس باللغة الإنجليزية اللغة الإنجليزية هي السائدة في المشرق بأسره ما عدا سوريا في المشرق بأسره هذا يعني ما هي الآليات وما هي الخلفية التاريخية الأخير هذا كله نقاش آخر المهم عندنا أن اللغة الإنجليزية لا ما فر منها الآن ما هو التوازن الذي يجب أن نحدثه بين لغتنا فقافتنا تعاملنا أنا وياك هنا نتكلم باللغة العربية ثم عندي أبحاث باللغة الإنجليزية هناك معادلة توازن يجب أن أقوم بها هذه المعادلة المعقدة شوية طيب أنت تحدث قبل لحظات على ما يحدث في الجزائر خلال هذه الأيام الحرائق تحدث عن الحرائق المسجلة عن الفيضانات الفجائية كل ذلك عنده تفسير علمي بدون شك أنت اختصاصك الفلك والفيزياء هذه الحرائق الضخمة الفيضانات الفجائية في الجزائر في العالم ككله وذكر فقط ببعض النقاط هذا ما يسمى الاحتباس الحراري مثلا في بلجيكا قبل أسبوع من الآن سجلت أعلى درجات حرارة في تاريخ بلجيكا منذ بداية حساب في باريس قبل أسبوع وحطم الرقم القياسي المطلق عالميا تاريخيا في باريس قبل أسبوع في الأرجنتين يعيشون أقصى شتاء منذ بداية تسجيل درجات الحرارة تلوج يعني بكمليات خيالية ما هي الأسباب العلمية لهذا التغير المناخي كيف ستتأثر الجزائر بدون شك كبقية الدول بهذا التغير المناخي ونحن نلاحظ أنه في حرائق يعني فيه البعض ولا مرة في حياة وعاش الحرائق بهذا المستوى نعم هو حتى نكون صادقين مع بعض ومع المشاهد أن هذا ليس تخصصي حتى الناس يقولونش هذا يفتي في كل شيء هذا ليس تخصصي لأن التخصصي أنا فيزياء الفلك والفضاء وهو كل ما يعلو غلاف الجو آه طيب كل ما هو خارج غلاف الجو هذا الأمر يخص هذا داخل غلاف الجو هذا خرج عن نطاق لكن مدام سألت ومدام هي فعلا الناس يتساءلون هناك تغير مناخي الآن مصر ناشو نقوله يعني تحرر مصر ناشو نقوله يعني زيادة حرارة نحن نتكلم الآن عن تغير مناخي عالمي في كل المناطق تغير كما قلت أنت في الأرجنتين شتاء قارس في أوروبا صيف لم يحدث في التاريخ في بلداننا حرائق لم يشهدها الإنسان تغير مناخي هذا التغير المناخي يكاد يجمع عليه لا أقول يجمعه لكن يكاد يجمع عليه العلماء أن سببه الرئيسي هو هذه الانبعاثات الغازية الغازات الدفئة هذه التي تسببت بها الصناعة البشرية يعني مصانع سيارات إلى آخر حرق الوقود الأصوري خاصة دول الكبرى خاصة دول الكبرى الصين الهند الصين الهند أمريكا هي هذه الثلاثة الكبرى التي عاملها مشاكل في العالم ونحن ندفع تنا من الآن يجب أن يقوم العالم بأسره بخطوات حثيثة وهذا اتفقوا عليه في مؤتمر باريس قبل بلعت سنوات نسحبت منه أمريكا قبل سنة مع دونالد ترام يعني هناك مشاكل سياسية حقيقة العلماء يعرفون ما هي الأسباب ويعرفون ما الذي يجب أن يحدث وكل دولة ما الذي يجب أن تقوم به خاصة هذه الدول الكبرى التي تكلمنا عنها الصين خاصة يعني تحرق فحم كميات يعني غير مسبوقة في التاريخ هذا الجانب السياسي من دون شك لكن الجانب العلمي فقط أستاذ ونتقلت لي موشي اختصاصي أنا قريت بعض من البحوث أنه طبقة الأوزون التي تتلاشى ويعني الأرض معرضة لأشعة شمس أكثر من قبل هذا مشكل آخر ولو أنه أيضا يخص الغلاف الجوي وهو أيضا بسبب انبعاثات غازية أخرى هذه الغازات أخرى التي تحطم طبقة الأوزون ولو أن طبقة الأوزون مشكلتها يعني قلت الآن صارت أقل مما كانت عليه قبل عشرين سنة لكن مشكلة موازية وشبيهة لها هي هذه الغازات اللي هو ثاني أكسيد الكربون الميثين مثلا هذو الغازين الأساسيين نطلقهم بسبب الصناعة والحضارة والنشاط البشري ما الذي يحدث؟ هذا يعمل إنحباس حراري يعني خلي الحرارة التي تنطلق من الأرض تبقى حول الأرض وترتفع درجة الحرارة المشكلة وين؟ أن مع التيارات الهوائية المختلفة التأثير لن يكون هو نفسه في كل مكان أحنا منطقتنا هذه المنطقة القريبة بين الاستواء وبين الخطوط العرضة العالية يعني هذه المنطقة مثل المنطقة العالم العربي تقريبا هذه المناطق وتحتها هي المنطقة المعرضة الأكثر ولو أننا أحنا غير مسؤولين عن هذا نحنا مش ذنبنا ولكن نحنا اللي رحين ندفع الثمن ولذلك يجب أن يكون للناس واعون والحكومات واعية وتضغط في الأمم المتحدة وغيرها أن الدول الكبرى التي تتسبب في هذا لا تسحب نفسها من المشكلة وتخلينا نحن نعرض لهذه الجيد في التواني الأخيرة التي المتبقية لدينا أريد منك كبروفيسور يعني توجيه رسالة لطلب الجزائريين المقبلين خلال هذه الأيام على اختيار تخصصات وما إلى ذلك ممكن الطلبة في الجزائر لديهم فكرة على أن الدراسة في الجزائر والتخرج بعدين ما فيش فرص شغل يعني هذه الفكرة الغالبة عند الكثير ما الذي تنصحهم؟ جميل أشكرك يعني فعلا أولا نحن نهني الطلبة الناجحين ونتمنى عن التوفيق لكل الطلبة الآخرين وننصحهم أنا نصحتي دائما للطلبة أنك يجب أن تختار أو تحاول أن تتجه إلى المجال الذي تعشقه أنت في قلبك لماذا؟ لأن أولا أنت لا تعرف ما هي المجالات التي ستزدهر والمجالات التي ستندثر بعد عشر سنوات أو عشرين سنة أنت ما تحسبش الآن أنت تشوف الآن تقول آه الآن مثلا صناعة المحروقات أو صناعة مش على الكمبيوترات أو كذا لكن أنت لا تدري أن صناعة الأحياء يعني مثلا الهندسة الوراثية أو هندسة الذكاء الاصطناعي أو هندسة أخرى أو مجالات علمية أخرى في المستقبل ستكون هي في المستقبل بعد عشر عشرين سنة أنت يجب أن تختار المجال الذي أنت تعشقه لماذا؟ يعني المجال الذي تعشقه ستحاول دائما أن تشتهد فيه وأن تكون دائما متميزا هذه رسالة الأولية لأنه فيه ضغط من الأولية على أبنائهم أنا دائما أقول للشباب ويعذرني الأولياء أقول لهم أنت اللي رح تعيش حياتك ليس أبوك ولا أمك لا تسمع لي والديك عذروني مع ليش لا تسمع لي والديك فيه اختيار التخصص في هذه اختيار التخصص نعم اسمع لي فيه أمور أخرى بالتأكيد لكن أنا أقول لهم أنك أنت غدا ستكون في تخصص إذا أنت هذا التخصص نادر فيه مثلا فرص عمل قليلة جدا ولكن أنت المتميز في هذا المجال ستأخذ هذا الفرص العمل أما إذا أنت في مجال فيه فرص عمل كثيرة وأنت متوسط أو تحت المتوسط لن تحصل على أي فرص من هذه الفرص العمل ولو تعددت ممتاز أشكرك جزيلا شكر البروفيسور مرد القسو مستاذ الفيزياء بالجامعة الأمريكية في الشارقة بالإمارات شكرا جزيلا لك شرفنا بحضوة هذه الأمسية